تفسير حلم رؤية الذئب في المنام تختلف حسب كل حالة على رؤية الذئب يعضني في الحلم أو رؤية الذئب يهاجمني أو يلاحقني حيث رؤية الذئب بشكل عام في المنام تدل على المكر بالخذاء وكذلك الذئب في الحلم يدل على اللص والسرقة وتختلف الرؤية حسب كل حالة تابع معنا تفسير حلم رؤية الذئب يلاحقني الذئب في المنام يدل على شر بكل أنواعه فيدل على الشخص المكار المخادع الذي يخدع الناس في سبيل الحصول على المال أو الحصول على شهواته من رأى في المنام أن ذئبا يلاحقه فهذا يدل على أن هناك أدو مخادع متربس لصاحب الرؤية يريد الغدر به أما تفسير حلم الذئب الرمادي فهو في المنام يدل على المكر والخداع والكذب كما قلنا أكل لحمه يدل في المنام على المال الحرامي كالسرقة والرشوة الذئب الرمادي يدل على الشخص المنافق الذي يظهر عكس ما يبطن تدل الرؤية على نوايا هذا الشخص الخبيثة فهو يتلون حتى يحصل على ما يريد بطريقة الغش والخداع الذئب في المنزل يدل في المنام على وجود رجل لص يحاول سرقة هذا المنزل تفسير حلم الذئب للحامل الذئب في المنام من الحيوانات التي تدل رؤيتها على وقوع الشر بين الناس ورؤيته في المنام تدل على وجود شخص يسبب العدوة والبغضاء بين الناس ويمثل الحب الودود وهو يحمل في قلبه الشر والعدوة رؤية الحامل للذئب تدل على ولادتها مولود ذكر يتصفه بالذكاء الحاد ويكون له شأن عويم تفسير حلم الذئب لأكل الإنسان الذئب في الحلم هو الرجل خبيث وإذا نال من الإنسان في المنام كعبده أو أكل دراعه أو قدمه أو جزء من جسده فهذا يدل على أن هناك شخص يمكر بصاحب الرؤية يريد إذاءه الإذاء قد يكون ضياع المال أو الزوج أو ضياع شيء كثمين من صاحب الرؤية فإذا فر منه وهرب في المنام نجى من المصائب والكوارث ولكن العدو موجود وقتله أفضل نصرة على الأعداء تفسير حلم عضلة الذئب عضلة الذئب في المنام تشير إلى أن هناك من يخطط للنيل من صاحب الحلم بالدرار فقد يكون هناك شخص يكيد لصاحب الحلم في مجال العمل أو من العائلة الذئب في المنام عدو لا يفطن له لأنه يمثل الحب والكرم وحسن الخلق لكنه غير ذلك في الواقع يفعل ذلك حتى يحصل على مراده عضلة الذئب تدل على حصول ذلك الشخص على مراده فقد يكون سرقة أشياء ثمين من منزل كجواهر وألماص أو خزن بها أموال وذهب وعلى صاحب الرؤية مراعاة حفظ أسرار البيت وأسراره الشخصية وعدم إبشائها أمام الغير تفسير رؤية الذئب تهاجم في المنام الذئب في المنام تدل على كثرة الآداء قد تدل في المنام عن الاتهام بالباطل لبعض الناس أو قد يدل الذئب على اللص الذي يتوب فيما بعد أيضا يدل في المنام على التفكير في الهموم وهو من دواعي القلق والإدرام النفسي الذئب يدل على الرجل الخائن الذي قد ينظر إلى زوجة صديقه ويراودها عن نفسها وهي ترفض والذئب قد يدل على الجار أو الصديق الذي ينخدع فيه الناس ويعتقدون أنه رجل دين وتقوى وهو عكس ذلك يصلي أمام الناس ويمثل الصلاح والتقوى وهو أكبر مخادع قد يدل الذئب في المنام على الذكاء والدهاء وقوة الشخصية